قبل ما نوصل لكبار السن تعالي نبتدي بالمراهقين لأن أكيد فكرة السمنة في المرحلة السنية دي بصفة خاصة وهي المرحلة اللي كلها انطلاق وحيوية ويعني المفروض فبتزعل المراهقين وبتزعل أهليهم عليهم تعالي نبتدي بسمنة المراهقين أولاً والمشكلة دلوقتي بقى الموضوع very wide range لما بتلاقي كمية مراهقين أو السن المراهقة أو السن الشباب overweight بطريقة مش طبيعية المفروض أن الأهل تبقى مركزة منهما سن أقل أو منهما أطفال هما بيأكلوا إيه ممكن تبقى بعض الأسباب وراسية فيبقوا مركزين جداً في الأكل بتاعهم أسباب السمنة عند المراهقين أكيد سوق التغذية أكيد سوق التغذية رقم واحد كمية السكرات اللي بتتاخل قلة شرب المياه قلة الحركة لازم في الوقت ده الشباب يتحرك كتير كثرة أكل اللحوم المصنعة برجرات وهداجز وسوسات كل الحاجات دي بتأدي إلى سمنة عند المراهقين وتلاقي كمان أن هما بيأكلوا بالليل وجبات فيها كالرس كتير جداً وبيناموا كل الحاجات دي بتأدي إلى سمنة وانعكاسهم على سن الشباب أو سن المراهقلة انعكاسات خطيرة جداً لو هكلم على انعكاسات النفسية أكيد بيجي أكيد بيجي عدم ثقة بالنفس أكيد بيجي أنا مش عايز أنزل أنا مش عايز أنزل أنا مش عارفة ألبس صحابي البنات كلهم عارفين يلبس وأنا الوحيدة لشكل وحش هنبتدي نروح الجامعة مكسوفين برضو من شكلنا هنبتدي عايزين نشتغل المظهر الخارجي مهم جداً لو أنا نازل أقدم على أي شغل كل الحاجات دي بتأثر جداً بالسلم وبقول للبنات يخلوا بالهم جداً من موضوع السمنة في وقت السن بتاعهم أو سن الشباب لأن لو في سمنة وأقبلوا على الجواز ممكن يحصل أن الحمل يتأخر بسبب تكايوسات المبايد السمنة ممكن تؤدي لوجود تكايوسات على المبايد آه طبعاً عشان كده لو حد واحدة شوية مليانة الدكتور قويولها لازم تخس وأضرار السمنة في السن ده أنه بيعرضهم للإصابة بأمراض القلب بيعرضهم أن الكوليسترول يعلى بيعرضهم أن هرمون الإنسولين بيعلى لأن أنا لو قاعدت أكل سكريات كتير هرمون الإنسولين هيفضل عالي على طول عشان يحمي الدم من الزيادة بتاعت السكريات وانس أن هرمون الإنسولين عالي زيادة عن نظوم خلاص أنا الهرمون ده هو المسؤول عن تخزين دهون في الخلايا هيبع عندي دهون في البطن، دهون في الأرضايا، دهون في الدراعات كل الحاجات دي فلازم يبقى عندنا وعي والأهالي يبقى عندها وعي شديد على أطفالهم عشان لما يكبروا ما يدخلوش في مشاكل صحية ونفسية طيب ده بالنسبة لسمنة المراهقين والمراهقات